استراتيجية مصر للطاقة الفين واربعين هي حجر الزاوية في بناء مستقبل مستدام فهي ليست مجرد خطة عمل بل هي استثمار في مستقبل الأجيال القادمة من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة تسعى الدولة من خلال استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرا إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية ما يسهم بشكل فعال في تحسين جودة الهواء ومكافحة التغير المناخي في عصر يتسم بالتحديات البيئية المتزايدة والاحتياجات المتنامية للطاقة تبرز استراتيجية مصر للطاقة الفين واربعين كخطوة محورية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو فهذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة لتطوير القطاع بل هي رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق مستقبل مستدام وتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات فضلا عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة مما يعزز من قدرتها التنافسية ويجذب الاستثمارات الأجنبية وتسعى الدولة المصرية من خلال استراتيجية الطاقة الفين واربعين التي تم اعتمادها مؤخرا إلى تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة فزيادة حصة الطاقات المتجددة إلى ستين بالمئة بحلول عام الفين واربعين لا يعكس فقط التزام مصر بالاستدامة بل يمثل أيضا خطوة استراتيجية نحو تعزيز استقلالها الطاقي وتقليل الانبعاثات الكربونية حيث تهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى اثنين واربعين بالمئة بحلول عام الفين وثلاثين وستين بالمئة بحلول عام الفين واربعين وتمثل استراتيجية مصر للطاقة الفين واربعين رؤية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل كبير بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويسهم بشكل فعال في تحسين جودة الهواء ومكافحة التغير المناخي وتعتبر زيادة حصة الطاقة المتجددة من الأهداف الأساسية للاستراتيجية حيث من المتوقع أن يصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية إلى مائة وثلاثة وعشين ألفا وأربعمائة ميجاوات بحلول عام الفين واربعين وستشكل الطاقات الشمسية وطاقة الرياح الجزء الأكبر من هذه الزيادة ويلعب البرنامج النووي السري ممثلا في محطة الضبعة النووية دورا حيويا في استراتيجية الطاقة إذ ستوفر المحطة قدرة إجمالية تبلغ أربعة آلاف وثمانمائة ميجاوات من الطاقة النظيفة مما يعزز من قدرة البلاد على تقليل الانبعاثات الكربونية ويحقق وفرا كبيرا عبر خفض استهلاك الوقود التقليدي تعد استراتيجية مصر للطاقة الفين واربعين حجر الزاوية في بناء مستقبل مستدام فهي ليست مجرد خطة عمل بل هي استثمار في مستقبل الأجيال القادمة من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة بما يضمن لمصر أن تكون قادرة على تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية مع الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية